ايفون بدون حواف مع شاشة بدون ذر رئيسي وعشت سنين من اطلاق اول ايفون تابعونا بهالفيديو وعشت سنين من اطلاق اول ايفون كان بهذاك الوقت شغلة كبيرة ومتطورة انه كانت فكرة جديدة كتير انه جهاز شاشة 3.2 سكرين كيبورد على الشاشة متعدد اللمس كانت مواصفات كتير حديثة بهذاك الوقت كان فتح الجهاز عبر التمرير وتمت له فترة كتير كبيرة يعني ما صلى غير زمان لحتى شالوها فلهيك كان جهاز كتير روعة بينما الايفون الحالي ما كتير متغير متغير كتير الوان جديدة شكل جديد غير كتير حتى النظام البصمة والجهاز كله الحواف كله كان متغير من ورا ومن قدام وكل شي من لما اطلقته الجهاز شركة ابل او الايفون باعت منه 10 مليون جهاز اليوم ابل باعت بليون بليون جهاز اطلقته كل شي متل مو شايفين كل شي جنريشن من لما اطلقته الهلاء كانوا خارقين فشو الجديد الايفون 8 هنشرح لكم يا فالمواصفات الاخيرة كانت عن جد شي خارق متل مو شايفين بتجي انه لغتلك الجر الشاشة الرئيسي ولغتلك الحواف متل السامسونج جالكسي اس 8 يعني لو فعلا هاي التسريبات صدقت وازن انه هي فعلا لانه اخر تسريبات بتتم متل هيك فعنجد هيكون جهاز خارق متل مو شايفين حتى من ورا هتكون فيه كاميرا صناعية وبعض هيكون معالجه اوه كاميرته اوه كل شي اوه جواته ومع الشاشة هاي الشاشة الجديدة هيكون خارق فعلا عن كل الجهة الجهاز اللي تم اعلان عنا خلال هال 10 سنين مع الايو اس اي داعش متل مو شايفين لو بترجعوا 10 سنين لورا هتلاقوا انه كتير ميزات كتير هدول شو الميزات كتير عديمة بس كانوا بوقتها عن جد ايفون خارق فكونوا صادقين شو رايكم بجهاز الايفون من لما اطلاقوا الهلاء اشتركوا في القناة